اشتركوا في القناة واصوله الى محطة الفضاء الدولية مؤكدا سموه ان هذا الانجاز الكبير يعد ثمرة للتعاون البناء بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين ووكالة الامارات للفضاء ويعكس ما تتميز به العلاقات الاخوية والتاريخية المشتركة بين البلدين الشقيقين من عمق ورسوخ كما عبر سموه عن عميق فخره واعتزازه بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حافظه الله مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي الامين العام لمجلس الدفاع الاعلى بالانجازات التي يحققها سموه في مختلف المجالات العلمية بعزيمة واصرار لتعزيز قدرة ومكانة المملكة ورفع اسمها عاليا سائلا المولى القدير ان يحفظ جلالته ويديم عليه موفور الصحة والعافية وطول العمر وان تواصل مملكة البحرين تحقيق الانجازات المشرفة في ظل عهد جلالته الزاهر ترجمة نانسي قنقر